حتى في تفكيك المجتمع العراقي وتدمير الأسرة تضع الأحزاب السياسية بصمتها بعد أن كشفت الأعداد المرتفعة لحالات الطلاق عن أسباب أخرى تعدت مشكلة العنف الأسري وترد الأوضاع المادية والبطالة رواتب الرعاية الاجتماعية التي تمنح للمطلقات فتحت المجال لشكل آخر من انهيار الأواصل المجتمعية عبر طلاق يسمى بالصوري حيث كشفت مراكز بحثية ومنظمات مجتمع مدني عن انتشار هذا النوع من الطلاق في عدد من الأحياء الفقيرة المنسية والمهمشة تقول نقابة المحامنة في العراق إن المطلقات في مثل هذه الحالات يبقين على ذمة أزواجهن بعقد غير مسجل في المحكمة لكن في مؤسسات الدولة تعد المرأة مطلقة ليتاح لها الحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية الأمر الذي يكشف عن حالة مادية مزرية وصلت لها العائلات حتى تقدم على هذه الخطوة يؤكد الباحثون أن هذا النوع من الطلاق يوقع الأسرة في مشاكل معقدة تتعلق بتسجيل المواليد وضياع الحقوق ويخلف مشاكل عائلية تقود بالنهاية إلى تمزق مجتمعي كبير مجلس القضاء قدم إحصاء نهاية شهر الماضي وصف بغير المسبوق لعدد حالات الطلاق في العراق إذ وصل إلى ستة آلاف وتسعمائة وثلاث وسبعين حالة شهريا وبمعدل مائتين وخمس وثلاثين حالة طلاق يوميا فيما رشح باحثون ارتفاع هذه النسب في الأعوام المقبلة بسبب تفاقم الأسباب المؤدية إلى الطلاق وبدلا من أن يكون نظام الرعاية الاجتماعية ملجأ آمنا للعائلات الفقيرة فقد تحول إلى مصدر قلق لها ولسيما بعد أن خضع للتجارة السياسية وعمليات الابتزاز الانتخابي حيث اعترفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تحالف نبني الذي يضم عددا من الميليشيات الولائية بينها ميليشيا بدر يستغل حاجة العائلات الفقيرة ويساومها حول انتخاب مرشحيه مقابل شمولها بالرعاية الاجتماعية باعتبار هذا النظام خاضعا لمؤسسات تتحكم بها الأحزاب وأجنحتها المسلحة وتسخر مخصصاتها لأجنداتها السياسية